السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الصوت اليوم عندنا اختبار بالصوت يعني راح نراجع لكم الأصوات شوية يعني اللي أخذناها المحاضرة ضرورة جدا ضرورية جدا ركز ويا على كل كلمة راح أقول يلا ويا شوف هذا التمرين هذا يعني هو ما موجود بالكتاب بس كل شرح يفيدك يخليك تميز بين الأصوات هذا أنا مجمعة يعني أنا مسوي ورديك تركز يامي زي مرد أخكم يرويا نجي اي 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 انا هذا حرف الآي هاي كلمة SINZ هذا نختار له هذا القصير لو هذا طويل يعني برأيكم تعالوا خلونا نلفظ احنا شنقول هنا نقول سنز لو نقول سينز شنقول نقول سنز اذا هذا رح نختار للقصير اتنين هذا هنا هذا كلين الطويل هذا ابو النقطين لو القصير كلين شو تقولون لا الطويل ذلك رح نختار له هيتش هذا الطويل برأيكم ياهوة طويل لو قصير لا ايه هذا feet البعدة this هذا طويل لو قصير لا this قصير sit بين هذا قصير these these احنا نقول this لو these اذا ايه اذا هذا صوتي ال ايه راح يصير هذا حرف ال ايه راح ننطقة ايه طويل لذلك راح يصير ايه شفتوا شون تمارين حلوة منيجي عليها هاي الكلمة هاي she she اذا هذا طويل لذلك راح نختار له هذا الطويل احنا نجي having having لو having لا هذا القصير راح نختار له هذا طيب police ايه هذا يا صوت ايه طويل لذلك راح نختار له هذا الصوت الطويل هذا يا هو قصير لو طويل لا هذا قصير راح نختار له هذا لكن أحد يقول أستاذ شون حرف إي وكتبت له هذا نعم هذا حرف الإي رح يصير ما إحنا قلنا نعتمد على الفض إحنا هذي كلمة شون نلفظها نلفظها ومن لو ومين شون نلفظها نقول ومن إذن هذا حرف الإي رح ينكتب رأس من صوتي بهذا الشكل ما نقول ومين غلط طيب نجي هنا هنا منطين الصوتين هذا الطويل وهذا القصير يعني هذا الضمة وهذا الطويل هذا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الاولى والثانية. ها? واف. شو نقول احنا? عليكم هاي. يلا. ثلاثة. ها? 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 شو راح نختار لها? ها? مبينة. يلا كتبوا ليها قد قصيرة. شوف هاذا? قصيرة. حاول تهلل بقية انت مو بس تريدنا انا احلل. قروب طويلة. طيب. نجعله دمرين الثالث. هنا منطينا الصوتين. هذا الصوت الطويل A وهذا القصير A. طيب. هنا شوفوا. راح عليكم كم نحدة والبقيات عليكم. هنا شوف شلون راح تعرفه. بس حتى ما تنسي. دائما اذا لقيت R راح تحط هذا اول نقطتين. الار دلالة على الطول. بس مو قاعدة. يعني مثلا. مثلا. travel. هذين الكلمات. ايه هوا كلمة past. هذين الكلمات احنا ما نرفضها past. نقول past. اذا هاي راح نحط لها ايه هذا اختيار طويل او النقطتين. past. اه اه طويلة. يعني ما راح نختار له هاذا القصيرة. مثلا عندك bad من بينها هاي قصيرة. احنا نقول bad لو نقول bad. لا bad ذلك راح نختار لها هاي القصيرة. حاول تحل البقية عليك. حاول تحل البقية عليك. طيب. هذا هو شحته بس شوية راديتكم يتميزون بيناتهم. حاولوا تحلونهم. موجودات ايضا بالمنزمة على موت الدربون عليهم. الى هنا ينتهي درسنا نشوفكم ان شاء الله بالدرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة